موسيقى يخترق شارع 21 الاستيطاني أراضي حي شعفات ومنازل المواطنين في مدينة القدس المحتلة ليربط بين مستوطنات الاحتلال الإسرائيلية المحيطة في الحي أهالي شعفات ينتابهم شعور بالقلق والخوف من المرحلات القادمة لأن بلدية الاحتلال افتتحت أجزاء من الشارع وتنوي تنفيذ باقي المخطط على حساب أراضي المقدسيين المزيد في التفاصيل في التقرير التالي شارع 21 الاستيطاني خطط له منذ تسعينيات القرن الماضي وبدأ الاحتلال بتنفيذه قبل عامين يخترق أراضي حي شعفات شمال القدس المحتلة مارا بين منازله ليربط بين مستوطنتي بيسجادزئيف والنبي عقوب بمستوطنة رامات شلومو ليمتد إلى الشمال حيث مستوطنتي عطاروت ومودعين ملتهما أكثر من مئة دنوم من أراضي المواطنين معظمها أراضي قابلة للبناء وفقا لبلدية الاحتلال هذه الشوارع الأصدها ربط مستوطنات في بعضها الأصد الأعلى من هذا الموضوع هو تعقيد عملية إيجاد حل قضية القدس إيجاد حل قضية القدس كعاصمة لدولتين مع أنها تغفص للمدينة شرق القدس عن غرب القدس الشارع الاستيطاني هذا نفذ جزء منه وتسعى سلطات الاحتلال لاستكمال تنفيذ المخطط الذي سيتبعه بناء 1500 وحدة استيطانية بمستوطنة رامات شلومو حيث أن شقة شارع 21 كان شرطا للمصادقة عليها أنا عارف أن هذه الشوارع تفيد المستوطنات وين حطين المستوطنات في كل موحية شعفات تقريبا خمس مستوطنات يعني كل الشغلات اللي قادين بيسووا فيها بلدية الاحتلال هي عبارة عن استلاء أراضي وسرقة أراضي سلطات الاحتلال صادرت ألاف الدنومات من أراضي حي شعفات طوال السنوات الماضية لصالح المستوطنين وهي تواصل مخططاتها الاستيطانية لعزل الحي عن امتداده العربي ومحاصرته من كافة الجهات بالمستوطنات الإسرائيلية نبال فرسخ رؤية